موسيقى مرحبا بكم عزائي التلاميذ في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصف الرابع الابتدائي درسنا اليوم يونت 2 لسن 1 اليونت الثاني الدرس الأول عنوان الدرس Around the World حول العالم موجودة في صفحة 22 من كتاب الطالب صفحة 20 من كتاب النشاط قبل ما نبدأ الدرس لا تنسى الاشتراك بقناتي يوتيوب لسما الأستاذ طاح سين مدرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع فيديوهات دورة الرابع الابتدائي صفحة 22 وكذلك صفحة 23 من كتاب الطالب مكتوب على الصفحة Around the World حول العالم أسفلها Listen and point to the countries استمع وأشر على البلدان منطين صور لمجموعة من الشخصيات حول العالم كل شخصية من هذه الشخصيات من بلد معين وكذلك خريطة العالم بالصفحة 2 إذا تطبقونا الصفحة 2 صفحة 22 وصفحة 23 تطلع لكم الخريطة الكاملة للعالم لأن هذه صفحة 22 وهذه صفحة 23 إذا تطبقوها بهذه الطريقة رح تطلعنا خريطة العالم كاملة أدي مجموعة من الشخصيات الجديدة يتحدثون عن نفسهم كل شخص من بلد معين يطلب من أنني Listen استمع المقطع الصوتي اللي هو عبارة عن هؤلاء الأشخاص يتحدثون Point to the countries أشر على البلدان اللي ينتمون إلهم هؤلاء الشخصيات لذلك رح نستمع المقطع الصوتي نقشره إياه نتبعه إياه نحاول نقشر على البلدان إذا كنا نعرف موقع البلد على الخريطة وبعدها نعرف شين نمطلوب حفظه من هذا النشاط خلنسمع المقطع الصوتي واشي Track 28 Listen and point to the countries Hello I'm from England My name's Sam Where are you from? Hi My name's Amma I'm from Russia Hi My name is Amy I'm from China Hello I'm Adel I'm from Iraq Hello We are Pedro and Alex We are from Brazil Hi I'm Liz I'm from America إذن بعدما استمع المقطع الصوتي وتعرفنا على الشخصيات الجديدة نجي نوضح مفردات هذه النصوص الشخصية الأولى يقول Hello مرحبا I'm from England أنا من إنجلترا إذن الشخصية الأولى From England من إنجلترا My name is Sam اسمي سام Where are you from? من أين أنت؟ يسألني إلي يسأل التلميذ يقول له Where are you from? من أين أنت؟ هنا أنا يجب أن نحفظ كل شخصية من أي بلد أول شخصية عرفناها اسمه سام Where is Sam from? من أين سام؟ He is from England إنه أو هو من إنجلترا الشخصية الأولى الشخصية الثانية My name is Anna اسمي Anna I am from Russia أنا من روسيا نحن نتبه إنه روسيا يقروها باللغة الإنجليزية روسيا My name is Anna إذن الشخصية الثانية اسمها Anna Anna منين Where is Anna from? She is from Russia إنها من روسيا الشخصية الثالثة أمي أمي تقول Hi My name is Amy مرحبا أنا اسمي أمي I am from China وأنا من الصين China هي الصين إذن الشخصية الثالثة أمي Where is Amy from? من أين أمي؟ She is from China إنها من الصين الشخصية الرابعة Hello مرحبا I am عادل أنا عادل I am from Iraq وأنا من العراق شخصية الخامسة شخصية عادل يسلك الأستاذ Where is عادل from? من أين عادل؟ لازم تجاوب He is from Iraq إنه من العراق الشخصية ينذني يقولون Hello مرحبا We are Pedro and Alex اسمائهم Pedro و Alex We are from Brazil نحن من البرازيل إذا سلك الأستاذ Where are Pedro and Alex from? من أين Pedro و Alex من يا بلد؟ تقول لي They are from Brazil إنهم من البرازيل الشخصية الأخيرة Hi مرحبا I am Liz أنا Liz I am from America وأنا من أمريكا إذن الشخصية السادسة هي شخصية Liz وهي من أمريكا مثل ما وضحنا أنه يجب حفظ كل شخصية من أي بلد لأن الأستاذ قد يسير لك داخل الصف يقول لك Where is Sam from? من أين؟ سام من أي بلد سام لازم أعرف أجاوبه He is from England إنه من إنجلترا أو يقول لك Where is Liz from? من أين شخصية Liz؟ من أي بلد؟ لازم أجاوبه أقول له She is from America إنها من أمريكا إذن أول شي يجب حفظ كل شخصية من أي بلد بعدها يجب حفظ إملاء البلدان البلدان هي كالتالي England إنجلترا Iraq العراق أمريكا أمريكا Russia 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 Brazil Brazil البلد ويطلب من عندنا كتبة لذلك يجب أن أحفظ إملاءها وعرفنا شوان نحفظ إملاء كلمة معينة أنقل الكلمة في بداية الدفتر وعيد كتابة نفس الكلمة على عدد الأسطر لحد ما أحفظ إملاءها إذن عرفنا شو نحفظ من ذنة صفحتي أحفظ كل شخصية من أي بلد وأحفظ أسماء البلدان إملاءا بعدها أدنى موضوع قواعد جدا مهم هو أنه إذا سعني الأستاذ بداخل الصف قل لي من أين لذ لازم أعرف شون أجواب وجواب كامل أنا أعرف أنه لذ حفظتها من أمريكا لكن أجاوب وجواب كامل جملة كاملة شون يكون الجواب الجواب يكون لازم أعرف أنه هذه الشخصية مذكر مؤنث جمع إذا عرفت أعول عنها بالضمير المناسب شون يعني يعني مثلا قل لي من أين شخصية لذ أنا أعرف أنه لازم من أمريكا فاش أقول لاز بنية أعوض عنها بالضمير شي شي معناها هي والشي ياخذ إز أقول شي إز زائدا كلمة فروم شي إز فروم أمريكا إنها من أمريكا زين ليش ما أقول أستاذ أنا من أمريكا أنا من أمريكا لأن أنت تقول أنا من أمريكا وهو ما دي يسير لك عن نفسك دي يسير لك عن شخصية لاز لذلك لاز أقول هي شي والشي تاخذ إز شي إز فروم أمريكا هي أو إنها من أمريكا سألني عن سام قل لي ويرس سام فروم من أين سام سام مفرد مذكر ولد والولد أعوض عنه بشي لا أعوض عنه بهي هي معناها هو وكذلك اللي هي تاخذ إز أقول هي إز زائدا فروم هي إز فروم زائدا بلدة مين سام نحن نعرف حفظنا البلدان أنه سام من إنجلند هي إز فروم إنجلند إنه من إنجلترا سألني على بيدرو وأليكس قل لي وير أر بيدرو عند أليكس فروم إنه أنا شخصيتين ما يصير أعوض عنهم بهي لأن هي للمفرد المذكر هو إن أنا عدي شخصيتين أروح على الضمير الخاص بالجمع الذي وننتبه إنه الذي تاخذ أر أقول they are from Brazil إنهم من البرازيل الذي معناها هم هم من البرازيل سألني إلي ننتبه هنا قل لي من أين أنت إذا سألني إلي أجاوب أقول I والآي تأخذ I am زاعدا from I am from زاعدا البلد أنا من العراق أقول I am from إراك أنا من العراق قد يسألني مرة ثانية يقول لي where is Ami from من أين أمي أمي بنت أعوض عنها بالضمير she والshe تأخذ is أقول she is from china هي من الصين سألني قل لي where is Anna from من أي بلد Anna لازم أعرف أن Anna بنت أعوض عنها بالضمير she she والshe تأخذ is she is from إن ها من روسيا روسيا إن ها من روسيا إذن عرفنا الضمائر وشو نستخدم هن هذا جدول للحفظ لأن جدا مهم بالامتحان التحريري وكذلك بمراحل قادمة لازم أعرف أن هي معناها هو وتأخذ is الش معناها هي وكذلك تأخذ is they معناها هم وتأخذ r we معناها نحن وتأخذ r u معناها أنت وتأخذ r i معناها أنا وتأخذ am سين أستاذ شن اللي تفيد نياب الامتحان شون تجيني من الممكن تجيني بحدة صيغة تالية مثلا يقول he فراغ from England is low r أنا لازم أعرف أن he تأخذ is low r إذا ما حافظ هذا جدول ما قدر أجاوب هذا السؤال he تأخذ is لازم أكون حافظ أن الضمائر والأفعال المساعدة لها بقول he is from England هي إنه من انجلترا أو تجيني بصيغة ثانية مثلا يقول فراغ are from Brazil فراغ إذن ما خلي she we تأخذ r نعم we تأخذ r لذلك أخلي we وليس she إذن هذا جدول لازم نحفظه عرفنا شون نستخدم إذا سن الأستاذ داخل الصف وكذلك عرفنا شون يجينا بالامتحان ننتقل للنشاط الآخر نطين مجموعة من الإعلام قلي let's check فلنتفقد names have capital letters هذا جدا مهم capital letters معناها الحروف الكبيرة يقول لك هذه الأسماء تحمل الحروف الكبيرة شون يعني يعني مثلا يوسف الواي كبير لينا الال كبير إراك الاي كبير شاين السي كبير انجلند الي كبير ليش ذن نخلا هني الحرف الأول منه كبير لأن منطيني ملاحظة هو قل names الأسماء سواء كان أسماء الأشخاص أو أسماء البلدان يجب أن يكون الحرف الأول منها capital letter حرف كبير نحن ماخذين الحرف كبيرة بالمراحل السابقة ونراجعها بهذا الدرس الحروف هي بشكل عام كالتاني الاي كبير يكتب بهذه الطريقة اي صغير بهذه الطريقة بي هذا الكبير هذا الصغير سي هذا كبير هذا صغير D هذا الكبير وهذا صغير E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z لازم نكون حافظين الحرف بشكل الكبير والصغير ليش لأن رح يفيد بموضوع اسمه موضوع التنقيط يجي سؤال كامل بالامتحان التحريري جدا مهم رح ناخذ ملاحظات والملاحظات ذني كل هنا يعتمدا على حفظ للحروف الكبيرة والصغيرة الملاحظات هي كالتالي اولا نضع الحرف الاول من الكلمة الاولى فيها جملة نائما كبير شون يعني يعني مثلا بالامتحان يجيب لي هاي الجملة ويقول نقط هذه الجملة وسوي تنقيض فانا شون نقط ها عندي ملاحظة ان الحرف الاول من الكلمة الاولى من الجملة كبير دائما he is from انجلند هاي الجملة صحيحة لا خاطئة لياش لان الاستاذ قال الحرف الاول من الكلمة الاولى من الجملة كبير هذا ال H صغير نلاحظ ان ال H صغير انا ريد كبير لياش لان هاي اول كلمة بالجملة فالحرف الاول منها يكون كبير فأسوي كبير شو يصير يصير بهاي الطريقة لحد الان الاج سويته كبير طبقت الملاحظة الاولى واخذ الدرجة صارت صحيحة ملاحظة ثانية عندي يجب ان يكتب الحرف الاول من اسماء الاشخاص والبلدان كبيرا اينما وجد في الجملة اذا لاقاني في الجملة اسم بلد اسم دولة اسم شخص الاسماء الاشخاص والبلدان الحرف الاول منها يكتب كبيرا اينما وجد اذا لقيت خطأ ثاني في الجملة اللي هو انجلند انجلند اسم دولة والاستاذ قال لي ان اسماء الاشخاص والبلدان او الدول يكتب الحرف الاول منها كبير ال اي هنا صغير وانجلند اسم دولة لازم اسوي كبير وهنا حرف ال اي هذا حرف ال اي صغير ارده سوي كبير فش يكون يكون بهذه الطريقة he is from انجلند سويت الحرف الاول من كلمة انجلند كبير صارت ادي جملة صح اخذت درجة ديان درجة انسوات الحرف الاول من الكلمة الاولى كبير اللي هو الاش والدرجة الثانية هو انسوات الحرف الاول من كلمة انجلند اسم دولة او اسم بلد كبير هذا ما يخص موضوع التنقيت من الممكن نجيب لي بالامتحان هي الجملة ويطلب من عندنا نقطها شون نقطها انقطها باني اسوي الحرف الاول من الكلمة الاولى من الجملة كبير واي اسم دولة اسم بلد اسم شخص اسوي كبير اينما وجد في الجملة انا مداخل درجة كاملة هذا ما يخص موضوع التنقيت كذلك لازم ننتبه انه ذن الاعلام الخاصة بالبلدان هذا اراك انجلند ممكن نجيب لي احد البلدان بالامتحان ويطلب من عندي ان اكتبها مثل ما وضحنا ان انا لازم احافظ املاء البلدان عن مد اقدر اجاب السؤال المتعلق باملاء هذه البلدان ننتقل الى كتاب النشاط التمرين الاول انظر اشر واسأل محادثة بين تلاميذ اثنين التلميذ الاول ينظر الى الخريطة اللي اخذناها بكتاب الطالب يأشر على احد الشخصيات ويسأل زميله يقول له مثلا where is sam from من اين شخصية سام من اي بلد انا حفظت الشخصيات كل شخصية من اي بلد المفروض اقدر اجابه مثلا سام من انجلترا سام ولد اقول he واللي تاخذ is he is from انه من انجلند he is from انجلند انه من انجلترا الطالب الثاني يسأل همنا اي اختار الشخصية يأشر عليها ويسأل يقول مثلا where is amy from من اين من اي بلد شخصية امي الطالب الثاني كذلك لازم حافظ الشخصيات والبلدان يقول she لان امي بني اقول she والشي تاخذ is she is from انها من china انها من الصين هذا ما يخص هذا النشاط محادثة بين تلاميذ اثنين تلميذ يسأل عن شخصية من اي بلد والتلميذ الاخر يجاوبه انه بالتلميذ الاخر يسأل والتلميذ الاول يجاوبه عبارة عن نشاط للمحادثة ننتقل الى التمرين الثاني where are they from من اين هذه الشخصيات منطيني مجموعة من الشخصيات يطلب من عندي اني اكتب البلدان هذا التمرين جدا مهم من الممكن يجيني بالامتحان بهذه الصيغة ذكرنا بداية الدرس اني لازم احفظ كل شخصية من اي بلد هذا الصيغة اللي ممكن تجيني بها بالامتحان يقولي من اين هذه الشخصيات find and write the answers اكتشف الاجابات منطيني اسماء البلدان بأعلى التمرين ومنطيني الشخصيات مثلا عادل is from فراغ او he is from فراغ عادل ولد الولد عوض عنه بالضمير he والhe تاخذ is اختصارها سواها he is عادل او he is from انه من فراغ من اي بلد عادل مثل ما ارضنا احنا لازم احافظ الشخصيات بلدانها عرفنا ببداية الدرس انه عادل من العراق لذلك اخلي قدامه Iraq he is from Iraq انه من العراق number two ثانيا Pedro and Alex are from او they are فراغ انه نحاذف للfrom فلازم اخليها اقول they are from انهم من Pedro و Alex من من يا بلد عرفنا انه Pedro و Alex من البرازيل فاقول برازيل برازيل they are from برازيل انهم من البرازيل ليش خلا لان Pedro و Alex شخصيتين ما اقول عنهم هي هو ولا شي هي وانما اعبر عنهم بالضمير هم الهم هو الضمير they they are from برازيل انهم من البرازيل او هم من البرازيل number three ثالثا sam is from فراغ او he is فراغ بما انه ما خال الفراغ اخليها he is from انه من فراغ طبعا معناها من he is from انه من sam من اي بلد واضحنا بدعة الدرس انه sam من انجلترا واقول he is from انجلند انه من انجلترا number four رابعا anna is from او she is فراغ she is خليلي from she is from انها من فراغ من اي بلد انا واضحنا انه انا من روسيا واقول راشا she is from راشا انها من روسيا كذلك انا شخصيتها ابنية عوضنا عنها بالضمير she والshe تاخذ is زاعدا from زاعدا اسم البلد number five قامسا amy is from فراغ amy من فراغ she is فراغ بما انه امي ابنية عوض عنها بالضمير she والshe تاخذ is اختصار ان سواها she is من اي بلد امي وضحنا انه امي من الصين الصين هي china فاقول she is from china انها من الصين number six سادسا where are you from من اين انت يسأني الي اعرفنا انه تسأني الي اقول اي انا والآي تاخذ ام انا من الاراق اقول اراك ام from اراك هذا ما يخص هذا التمرين تمرين جدا مهم بالامتحان التحريري منطيني مجموعة شخصيات ويطلب من عندي اني اوصلها بالبلدان المناسبة مثل ما وضحتنا لازم نحفظ الشخصيات والبلدان اللي ينتمون لها ننتقل للنشاط الاخر close your pupils book اغلق كتاب الطالب play a game ولعب هذه اللعبة it's red انه احمر هنا انا يريد يختفى ذاكرة الطالب يقول لها let's remember فلنتذكر يشوف الطالب كان منتبه لالوان الخريطة فيسو محادثة بين تلاميين اثنين يقول لها it's red انه كان باللون الاحمر يا دولة من الدول كانت باللون الاحمر بالخريطة فاذا ترجعون للخريطة تعرفون انه كانت روسيا هي باللون الاحمر طالب الاخر يسعد يقول لها it's pink يا دولة كانت باللون الوردي pink وردي فهنا العراق كان باللون الوردي فيقول لها I know انا اعرف it's Iraq انه العراق هذا مجرد يختبر ذاكرة الطالب ومد انتباهها على الالوان اللي كانت موزعة على الخريطة غير مهم بالامتحان التحرير والامتحان الشفوي ننتقل للنشاط الاخر look انظر what do these names have ماذا يتعلق بهذه الاسماء من طيني لينا يوسف Iraq English وبعدها مكتوب look these names have capital letters لأن الاسماء كلهم الحرف الاول منها كبير E English كبير Iraq I كبير يوسف Y كبير ولينا كذلك الال كبير مهنان يقول لك ذنك كلهم الاسماء بيهم capital letters ليهش لأن أدنى ملاحظات تقول names of countries اسماء البلدان تكتب الحرف الاول منها كبير ياهن من ذني اسماء بلدان لينا اسم بلد لا لينا اسم شخص يوسف اسم بلد كذلك لا يوسف اسم شخص Iraq اسم بلد نعم العراق هو اسم بلد فاخلي Iraq اسماء البلدان English اسم بلد لا English ليس اسم بلد ننتقل للثاني names of people اسماء الاشخاص او اسماء الناس لينا اسم شخص نعم اخليها اقول لينا ويوسف يوسف كذلك اسم شخص لذلك وخلينا الحرف الاول منها كبير اما الفقرة الثالثة names of languages اسماء اللغات English معناها اللغة الانجليزية اذا English هي من اسماء اللغات هذا مجرد يريدك تعرف انه لينا ويوسف اسماء اشخاص خليت الحرف الاول منها كبير Iraq اسم بلد خلي ذلك وضعت الحرف الاول منها كبير وانجلش اسم لغة لذلك وضعت الحرف الاول منها كبير ننتقل للنشاط الاخير Can you write the words with the capital letters هل يمكنك ان تكتب هذه الاسماء بالحرف الكبير فمثلا منطلني كلمة Monday Monday هي من ايام الاسبوع اذا تذكرون ايام الاسبوع Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday and Saturday Monday هو يوم الاثنين كذلك ايام الاسبوع يكتب الحرف الاول منها كبير اذا تريدون تضيفون هذه الملاحظة الى ملاحظات تنقيط تكتبوها بالدفتر فموندي هي من اسماء ايام الاسبوع يجب ان يكتب الحرف الاول منها كبير يقولك تقدر تكتب الحرف الاول منها كبير نعم اقدر الموندي الام يكتب كبير يكتب بهذا الطريقة فالصير Monday Arabic اسم لغة كذلك يكتب الحرف الاول منها كبير حرف الا الكتب كبير يكتب بهذا الطريقة فرايدي اسم يوم من ايام الاسبوع كذلك يكتب الحرف الاول منه كبير بهذا الطريقة China الصين اسم بلد يكتب الحرف الاول منه كبير السي يكتب كبيرا فالصير بهذا الصيغة كريم اسم شخص كذلك الحرف الأول يكتب منه كبير فيكون بهذه الطريقة هذا ما يخص هذا التمرين كذلك يتذكرني بملاحظات تنقيط اللي تقول أنه أسماء الأشخاص البلدان أيام الأسبوع واللغات يكتب الحرف الأول منها كبير أينما وجد في الجملة وكذلك الحرف الأول من الكلمة الأولى من الجملك يكتب كبيرا هذا كان درسنا لهذا اليوم أخذنا به مجموعة من البلدان وقلنا يجب أن نحفظ هذا البلدان عملاء لأنه مهمة جدا بالامتحان التحريري من الممكن أن يجب ليها على شكل حروف ناقصة حروف مباثرة على شكل علم ويطلب من عند النكتب اسم العلم أو وصل اسم العلم بالعلم المناسب إلى آخره كذلك لازم نحفظ كل شخصية من أي بلد سام آمي آنا عادل لز إلى آخره كل شخصية من هذه الشخصيات يجب أن أعرف من أي بلد البلد اللي ينتمون إلها كذلك أخذنا موضوع التنقيط وعرفنا شوكة نخلي الحرف الأول كبير من الكلمة أو بداية الجملة إلى آخره بالإضافة للضمائر والأفعال المساعدة المناسبة إلها إذا سيند الأستاذ داخل الصف عن شخصية معينة الشون أجاوب عن هذا الشخصية جواب كامل ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو أي سؤال أو استفسار أو أظافة تحبون تقدموها تقدرون تتواصلون معي على حسابات الموجودة منكم على الشاشة